بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قيمة إيمانية رصينة دعا إليها الشرع الشريف ورغب فيها وحث عليها ودعا إليها هذه القيمة هي رحمة من الله عز وجل أسكنها قلوب من أحب من عباده قيمة الإيثار أعلى درجات السخاء وأكمل معاني الإنسانية الذي يتأمل كتب المعاجم ويذهب إلى الصلاح العلماء يستطيع أن يستخرج كنوزا دقيقة تتعلق بمفهوم الإيثار غير أننا وبطريقة موجزة ومركزة نقول الإيثار في أدق معنيه هو أن تقدم غيرك على نفسك في النفع والدفع في النفع له وفي الدفع عنه ومعنى هذا أن الإيثار له أثر عظيم على الفرد والمجتمع أما أثره على الفرد فهو تدريب له على قيم البذل والسخاء والعطاء والجود والإنفاق وما شابه هذه الفضائل وفي المقابل القضاء على الشح والقضاء على البخل والقضاء على الأنانية يقول ربنا سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما أن للإيثار أثرا على المجتمع وأثره على المجتمع أنه يصنع مجتمعا راقيا طاهرا زكيا يحب بعضه بعضا ويريد بعضه للبعض الآخر الخير وهذا يرسخ فينا قيم التكامل والتراحم والتعاون قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذن الإيثار قيمة إيمانية راقية تدل على نفس اتسم صاحبها بقيم البذل والسخاء والعطاء والجود قضى على الأنانية قضى على شح نفسه ولذلك النفس الإنسانية ربما تكون مكبولة على الشح وأحضرت الأنفس الشح بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق مثلا فسيجد الشح حاضرا معه ملازما له يقول له أخر هذه الصدقة إذا أراد أن يصنع معروفا لإنسان سيجد الشح ملازما له يقول له أخر هذا المعروف إذا أراد أن يعطي محتاجا أو أن يرفع دينا عن معسر سيجد الشح ملازما له يقول له أخر هذا وإذا كان كل عمل نقدمه لله عز وجل له وارد يريد إلى القلب فاعلم أنك حين تكون من أهل الإيثار فإن الأثر المباشر الذي يريد على القلب أنك تكون من أهل الإنسانية ولذلك تدخل في قوله تعالى الذي يؤتي ما له يتزكى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذات يوم أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة ثم قال لغلام عنده اذهب بهذه إلى أبي عبيدة ابن الجراح ثم تلكأ في البيت ساعة لتنظر ماذا يصنع بها فذهب الغلام ومعه السرة حتى وصل إلى بيت سيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما وصل إليه قال له يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه وضعها في بعض حاجتك فقال سيدنا أبو عبيدة رحم الله أمير المؤمنين ووصله أي دعا له بالخير والرحمة والبركة ثم إذا بسيدنا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمسك بهذه الدنانير ويفرقها يقول لجارية عنده خذ هذه إلى فلان واذهب بهذه إلى فلان واذهب بهذه إلى فلان حتى أنفدها جميعا ثم عاد الغلام إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخبره بما حدث فإذا به يجد سيدنا عمر بن الخطاب قد يجهز مثلها أي أربعمائة دينار أخرى وقال له اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تلكأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع بها فذهب الغلام بها إلى سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه وضعها في بعض حاجتك فقال سيدنا معاذ وصل الله أمير المؤمنين ورحمه دعا له أيضا بالخير والبر والصلة ثم إذا به ينادي على جارية أخرى فيقول لها اذهب بهذه إلى فلان واذهب بهذه إلى فلان واذهب بهذه إلى فلان حتى خرجت زوجته وقالت والله ونحن من المساكين أي نحن في حاجة ولم يبقى مع الجارية إلا ديناران فقط ثم عاد هذا الغلام إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليخبره بما حدث فتبسم سيدنا عمر بن الخطاب وقال هؤلاء إخوة بعضهم من بعض ولنا أن ننظر إلى السمو في هذا الإثار ليس في جانب المال وفقد بل هو إثار في معية ورحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول سيدنا عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وكلها يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلها يريد عمر أن يكون جارا لصاحبي يقصد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما قال ذلك للسيدة عائشة قالت عائشة أما وإني كنت أرغب في ذلك يعني كانت تريد هذا الجوار فلأوثرن عمر على نفسي إذن هذا جانب من الإثار الذي يتعلق بمعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد عبد الله بن عمر مسرعا إلى والد عمر قال له ماذا عندك؟ قال له أذنت لك يا أمير المؤمنين فحقق القيمة الجمالية من خلال قيمة الإثار والإثار أن تقدم غيرك على نفسك في النفع والدفع نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم